دعا أحمد الصافي وكيل المرجع الديني الأعلى للشيعة في العراق علي السستاني الأحزاب السياسية في إقليم كردستان إلى إرساء ثقافة التعايش والتغلب على الخلافات وذكر الموقع الرسمي للعطبة العباسية أن الصافي استقبل وفدا من علماء وأكاديميين من محافظة السليمانية مؤكدا الحاجة الملحة لإرساء التعايش السلمي لما يضمه إقليم كردستان العراق من تعددية وتنوع ديني وطائفيا وقوميا كما دعا إلى تجنب الخلافات وإبعادها عن الوصول إلى القواعد العامة في إشارة إلى تعدد أوجه التقاطعات السياسية الكردية بالتزامن مع الموازنة الاتحادية وحسابات انتخابات برلمان كردستان